ايمن عبدالعزيز طلع مع مهيب عبدالهادي عشان يثبت اللي كنا بنقوله انه موجود في المنتخب عشان حزم امام عايزه يبقى موجود مش اكتر وهنتكلم طبعا ان ليه الناس بتهاجمهم عشان ايه يعيني هم زمال كوية تعال اقول لك لا كابتن ايمن مش عشان انتو زمال كوية عشان انتو فشلتو مع المنتخب وهثبتلك ومن كلامك بدأ كابتن ايمن حديثه بان يا جماعة الكورة ما فيهاش خطط دي عشرة في المية بس من اللي انتو بتسمعون الناس بتطلع تتكلم في التلفزيون على 4-3-3 والتيكتيك الكورة ما فيهاش كده ده عشرة في المية في الملعب بس اللي فيه كده وفعلا يا كابتن ايمن الكورة ما فيهاش كده الكورة فيها صلتة يا كابتن يعني الكورة مثلا ان احنا نجيب طمط مايا نجيب شوية جزر ونقض نقطع ونعمل صلتة واحنا قاعدين في الملعب نسلل اللعيبة ونتغزة اصلا بيلعبر يا وضع يا كابتن لكن تيجي تقولي ان الكورة تكتيك لا طبعا هو جورديولا ده بيعمل ايه بيعمل صلتة ده بو يورجن كلوب بيعمل صلتة هو كولر بيعمل صلتة وحتى البروفيسير اللي انتو كنت بتقولوا عليه فريرة كان بيعمل صلتة الناس دي كلها بتعمل صلتة يا جماعة الناس دي عشرة في المية وخطط وتكتيك ايه الكورة مش تكتيك الكورة دي بتتحب حاجة كده بتتحب حاجة بتطلع من القلب اجرو في الملعب اجرو في الملعب خط بالك ده الكلام اللي كنا بنقوله اللي روي فييتوريا وجهازه بيقولولي اللعيبة اجرو واللي يطلع منكم لما يطلع حد من الجهاز يقولك ان الكورة ما فيهاش خطط وما فيهاش تكتيك فهو نطق باللي كنا بنقوله وكانت الناس بتهاجمنا وبيقولوا ابعيدوا عن المنتخب وسيبوا الناس تشتغل فالناس تلعت بتشتغل من غير تكتيج ومن غير خطط وبصراحة كابتر ايمن بما ان التصريح تلعب من بقك وان القرى احنا اكتشفنا ان هي بالحب وبالسلطة قلنا يبقى خلاص القرى طالما ما فيقاش كده يبقى القرى بالنفسية بالروح نضغط على اللعيبة نتكلم مع اللعيبة نشوف نفسياتها بناء عليه اللعيبة تبزل اقصى معا عندها زي ما فيه ناس كتير بتقول ان فيه مدربين كتير بيعملوا كده زي مثلا كابتر حسن شحاته لما كان بيشغل اللعيبة اغاني شرينة عبدالوهاب وعبدالحليم ومصر والاغاني المصرية والروح فاللعيبة تسخن وتنزل تطلق احسن معا عندها فقلنا تبقى كده يا كابتر ايمن قالك لا هو انا دكتور نفساني عشان اعالج اللعيبة كلام ده لما انا بقى فاضي لان مهيب لما اسأله وقال له زي مهند لاشين نزل في اخر خمس ده يعني نزل يشوت ورفض قال له اه رفض طب رفض لي يا كابتر ايمن قال له عشان النفسية وهو معقب بن كرة كان ضيحها قبل كده ومش عايز يشوت فقال له طب مش انت مفروض تتكلم قال له لا انا دكتور نفساني هو انا فاضي للكلام ده فانا كابتر ايمن بس هنا عندي سؤال طبعا انت صدمتني لان انا كنت فاهم ان الكرة مش خطط سلطة فطلعت ان الكرة بقى من سلطة طلعت ان الكرة قلنا هتطلع نفسيات وتعامل مع اللعيبة فانت برضو طربتلي دي في المفاكل وقلتلي ان هي مش نفسيات ولعيبة طيب فقلنا يبقى خلاص انت بتعب مع اللعيبة قلت لا انا مش دكتور نفساني فلو انت مش دكتور نفساني وانت مش فاضي عملا انت دورك ايه عملا انت دورك ايه ما انت قلت الراجل انت اللي قلت بنفس الحلقة ان الراجل هو اللي بيختار اللعيبة. وان الراجل هو اللي بيحط التشكيل. وان الراجل هو اللي بيختار القايمة. اذا انت دورك ايه? يعني انت لا عندك خطة ولا عندك تكتيك ولا بتعترف بيه. ولا تعرف عنهم حاجة. ده من كلامك. وفي نفس الوقت انت ملكش لعب النفسية وملكش لعب اللعيبة انت راجل مش فاضي انت راجل مدرب. راجل مدرب بتعمل ايه? ما انت قلت المدرب خلاص. المدرب والتيكتيك ده بروش لازمة. ده معناها ان انا ممكن بكرة الصبح انزل ادرب منتخب مصر. ما هي مش التكتيك خلاص يا جماعة? العشرة في المية دي سهل. انا باخش على جوجل اكتب عايز عشرة في المية تكتيك. فجوجل يقول لي ايه العشرة في المية التكتيك. وانا اقول لك حاجة هم اسأل لي العشرة في المية التكتيك ان انا اللعيبة انا عارف ان ابو جبل بيقف جو وعارف ان في اربعة مدافعين واربعة زيهم في نص الملعب واي اتنمو هاجمين. وانا يعني بنفرق فاحنا عارفين هنجيب اي اربعة مدافعين اي اربعة في نص الملعب وتنمو هاجمين. تكتيك يا باشا. خلصت العشرة في المية تكتيك. تمو الباقي على الله الحكاية. اللي عيبة بقى تتسلى. وانا قاعد بعمل لهم ايه? طبق الصلطة الجميل اللي هيكلوه ما بين الشروطين. ايه رأيك كابتن? والنفسية انت مش ماضي للنفسية ما فعلا صح? هي انت والمنتخب ده خاطبتك. هتراعي نفسيته. انت يا جائرة انت رايح تخطب? عندك حق ولا انت مش رايح تخطب? هتراعي نفسية اللعيبة? لا طبعا بص يا كابتن احنا العلم هنقطعه. والناس اللي في اوروبا دي ناس آآ للاسف متأخرة عننا. فالناس دي بقى جو العلم والدكاترة النفسية واللعيبة تنام آآ تجيب مدربين تعلمها ازاي تنام عشان ياخد اقصى استفادة من النوم ودكاترة التخزية ودكاترة نفسية عشان اللعيبة والضغوطات ويتعلموا كل الكلام ده بقى كابتن احنا هناخده ونرميه عشان كابتن ايمان عبدالعزيز مش فاضي. طب فقال اذا بقى فاضل يتكتيك. لا والله هو لا فاضل يتكتيك ولا فاضل للنفسي. طب حضرتك فاضل ايه? بتعمل ايه في المنتخب? ايه دورك? ايه لازمتك? اتعينت ليه? فيجي هنا ناس وقال ليه المهم اللي تسأله? بيتقال ان انت ملكش دور في المنتخب. وهو اكد الكلام ده انه ملوش دهور. لا تكتيك بيعمل. ولا اختيارات بيختار ولا نفسي هو فاضي. وكل ده علميا ملوش اي اساس من الصحة. احنا هنرمي بقى كل الفرق والمنتخبات والمدربين بقى وانشلوتي وكل الناس دي ارمي بقى. وكل الاجهازة الفنية والمعالج النفس اللي بيبقى موجود. والجهاز الطبي والجهاز المساعد. ومدرب العام. كل دول احنا ارمي بقى. الناس دي مالهاش لاس بقاعدة بتعمل ايه? هم اللي هيعالجوا اللعيبة نفسيا ولا هيشوفوا نفسياتهم والضغوطات اللي بيتعرضوا ليها وازاي يتعاملوا معاهم. ولا عندهم تكتيك. ده عشرة في المية تكتيك طلع. ده اللي احنا كنا بتقولوا ان الناس دي بتقول اللعيبة نزله وخلاص. فيش حاجة. فتمام? ماشي. فهو اللي قال كده. فلما تسأل بقى انت مالكش دوره وبيتقال قالك لا. بصها كابتن مهيب. اي حد زي. وطبعا راح مغمض عينه. وراح متأثر. والموسيقى التصويرية راح يتنزل ايه? موسيقى حزينة. طبعا انت عارف هو كل ده في دماغه. اي زمالكاوي? اي مسئول زمالكاوي? قالك لا هو اي حد زمالكاوي محسوب على الجهاز الفني لازم يتهاجم يقولوا على كده. كابتن حزم يا ماما عشان نشرف على القرى. ولا عشان في الجهاز. وحتى لو رجعت كابتن طرق مصطفى. وكابتن قسامة نبيه. وراح طبعا الدمعة كتهتفر من عيني قد ايه هو كتمالكاوي مضطها. طبعا هو من نفس كلامه عشان اوريك ان الناس دي عايشة في عالم اخر. الناس دي بتغيب الجماهير. الناس دي لا تصلح للمسئولية. لا تصلح للمسئولية. وبوريك قد ان القرى في مصر بتضرب العجل. بتضرب الحب. بتضرب الصحبية. اللي هو قاله ده عكس الحقيقة. ليه عكس الحقيقة? اللي هو برضو بيقولها. ان كل الاسام اللي هو قالها دي موجودة في حوالي اخر اربع خمس سنين. كلهم زمالكاوي. فلو زمالكاوي كده كده هيتهاجبوا. زمالكاوي كده هانتقط. فبيجي ليه? ما هو بيجي اصلا. ومفروض علينا. لما بيجي بقى تبص على الانجازات. ولا بقى مش هرجع معاه لقسامة نبيه ومشاكله. ولا هرجع لا 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 خالص. انا هكلمه على اول مثالين هو قاله. كابتن حازم امام المشرف عقورة. وكابتن ايمان عبدالعزيز اللي موجود في الجهاز. اولا قال لك المصر الوحيد اللي موجود في الجهاز. اولا كابتن حازم امام زي ما انت شفت. فشل زريعة في اختياره لروي فيتوريا اللي زي ما قلنا كان موظف روي فيتوريا عشان يحل مشاكل الزمالك. كان موظف روي فيتوريا نروح سبورت انجليش بورنا عشان يقرب واجهات النظر. ويجلب الحبيب. كان موظف روي فيتوريا انه يخرج لعبت الزمالك من المنتخب. كان موظف روي فيتوريا انه هو اه يطلع اه يهاجم الاهلي وادارته في المؤتمرات الصحفية عشان عايز لعبته. هو ده اللي كان هو عمله ده اختياره. وبعينه هو كابتن حازم هو اللي قاله انه عايز. هو هو اللي اتقمص. هو المسؤول اللي اتقمص. لما عينه اهاب جلال. وقال انا مش رايح. انا زعلان ومخصمكو. انا مش رايح حازم عشان انت قهاب. لأ مليش دعو مش جاي. انا زعلان انا مخصمكو. انا مخصمكو. اه. انت لأ انت منتخب اوحشة انا مش جاي. انا زعلان. والله ده اللي عمله كابتن حازم. طب طب تعالي اه حازم معلش? تعالي عايز ايه حبيبي? اه انا هبقى المشرف على المنتخب لوحتي. اه منتخب ده تعتي. منتخب ده تعتي. تعتي انا لوحتي. حاضر فدينا له المنتخب بتاعتي. فراح جاب لنا روي فيتوريا. فخرجنا من امم افريقيا بفضيحة. بفضيحة. باربعة عدلات. واداء مهين. ومزل للمنتخب المصشي وتاريخه. ده اللي عمله كابتن حازم. دي النتيجة. فمش عشان هو زي ملكاوي. لا عشان هو فاشل في ادارة البلف ده. اللي هو عيط علشانه وتقمص عشان يمسكه. وتلقى عمل مؤتمر صحفي. وخمر علون الناس. وقال اه حطس رجل على رجل في المؤتمر الصحفي. ومقشر عينه على الناس وقال لك انا المسئول. فيتحمل مسئولية ده. ومختفي دلوقتي وما حد سمع صوته. وانت لو عارف عارف مكانه فين. كان دايما مرتضة منصور اللي كان لكل ناس تزعل منه وانا اولهم. كان بيقول له اطلع يا حازم. اطلع. انت والتحد القرى طلعوا. طلعوا من تحت السرير. انا عايز حد بيطلع. فهم كلهم دلوقتي ما عارفش راحوا فين. بس هو مرتضة نصول كان عارف هما بيروحوا فيه. بيستخبين فيه. فمفيش مشاكل. تاري حاجة بقى هو اعمال خطأ. ان هو وجابك. ان انت حضرتك كزمالكوي موجود في الجهاز وانت طلع بتقول ان التكتيك عشرة في المية. بتقول اصلا مش دكتور نفساري عشان اكلم اللعيب واشوف نفسيته. عرفت المصيبة فين? عرفت مش عشان انتو زمالكوية. لا. عشان انتو لا تصلحوا للمناصب دي. ده من كلامك. ده من لسانك. ده مش وجهات نظر. ده انا مش طالع اقول رائي. انا طالع اقول الكلام اللي انت قلته. ده كلامك حضرتك. تكتيك ملوش لازمة. انا مش هراعي اللعيبة نفسيا وهن واعد على على ج Administration. انا مش فاضي. وانت اصلا مرقش حاجة. انا متعملش حاجة. انت اصلا بتعملش حاجة. الراجل اللي بيختار. ده انت برضو اللي قلت. الراجل اللي بيحط التشكيل انت برضو اللي قلت. الراجل هو اللي بيجيب ويودي. انت برضو اللي قلت. خلاص يبقى انت بتعمل ايه ونفسية مش تتكلم مع العيبة وما انت بتعمل ايه كابتن بس والله العظيم ما بهرب جماعة انتو تعبتوا اعصابنا انتو شلتونا وبقى انت عياتو ونظرية المؤامرة والاضطهاد ان انت عشان زمال كاوي لا مش عشان انت زمال كاوي عشان انتو مش عارفين عشان انتو لا تصلحوا المصيبة الاصبر بقى ان انت كاداري او كمسئول تلعت بعد كده عملت ايه بقى تلعت هجمت نص اللعيبة اللي انت مخطأ يعني انت مثلا جي قال لك قهرباء ولا رمضان صبحي فقلت رمضان صبحي يا سيدي انا على احب من قلب ان انت حر في اختياراتك شلا تشوف ان محمود علاء احسن لاعب في العالم عنديش مشكلة ده رائق لكن لما ديجي انت تقولي ان رمضان صبحي احسن من قهرباء طيب انت ليه خدت مخدتش رمضان صبحي المنتخب لما هو احسن انا مش فاهم لما ديجي تقولي ان دونجة احسن من محمود حمادة طب انت خدت محمود حمادة وسبت دونجة ليه انا مش فاهمكم اديني عقلك اديني عقلك لما ديجي تقول يا ربي فيه برضو فيه اختيار كده برضو لعيبة هما وشواجدنا المنتخب قال انه هما اسوأ انا اكتر اتنين كان فاكرهم هما دول. ايه? ايه? لما انت لما انت بدك دي تعمل مقارنات في المنتخب. وديجي تقول مثلا ابو جبل ولا صبحي فتقول صبحي. طب انت لعبت ابو جبل ليه? ما كان اش داوي من صبحي. ايه? ايه? انا مش قادرة افهمك. والله العظيم ما قادرة افهم يا جماعة. فحقيقة الامر ان الناس مش بتعمل فيك جدا عشان انتوا زمالكوية ولكن لأ الناس بتعمل فيكو كده عشان انتوا غير مؤهلين. غير مؤهلين. لا الكلام في برامج ولا للادارة لان باللي انت قلته فمعناها ان دي طريقتك في الادارة فانتوا لا تصلحوا للادارة ولا اه بالتواجد في الاماكن دي غير بالحب انت جيت عشان كابتن حازم صاحبك عشان قرر ان انت تكون موجود في الجهاز فتاخد مرتب فتبقى محسوب علينا اه اه مسؤول مصري جوه الجهاز او المصري اللي حيج جوه الجهاز على حساب المصريين فتتعلم فينا فتجرب فينا فنظهر بالمنظر ده وتطلع تقول قص التوفيق والكورة وفيها انت ما قدتش ربع اللي قدته من بعد ما فعلا رجعت وبقت في النهائي بعد ما كانت خرجت من البطولة. فاجماعة اتقوا الله في الشعب المصري اتقوا الله في شغلكو وتعلموا ازاي تعملوه. روح بقى اخد كورسات روح اتدرب روح افهم يعني ايه تدريب وبعين تبقى موجود في المنصب ده. وعشان بس اقول لك نقطة اخيرة بقصة الاهلاوي والزمالكاوي. عصام الحضري. عصام الحضري كابتن عصام الحضري. طبعا كل الناس احنا قلنا احنا قلنا احنا قلنا دي الالكباتن والقبار بقى حفظ الالقاب واحترامنا الالقاب للجميع. احنا اقول لك والاهلي وكل انجازاته اللي مفيش منها اتنين. لما مسك منتخب مصر. طلعنا قلنا انه لا يصلح لان انت ما ينفعش تجيب عصام الحضري. مرة واحدة بدون اي خبرات تحطه على اعلى قمة في الهرم الرياضي المصري وعلى منتخب مصر. رئيس بيبقى ماسك تدريب حراسة مرمى منتخب مصر. ما ينفعش. ما ينفعش. لازم ياخد خبراته الاول. لازم الاول تبدأ يعني الراجل بياخد دورات تدريبية بعد كيها تلاقيه مسلا موجود في فرق درجة تانية فرق درجة اولى تدرجت ليه بعد كيها ماسك حد في اهلي ماسك في زمالك ايا ان كان بعد كيها نشوفه بقى في منتخب مسلا اولمبي بعد كيها نلاقيه في المنتخب الكبير. لكن فكرة ان انا هقدو عشان هو كان عظيم في الملعب ده لا يعني ان هو يكون عظيم في التدريب. فطلعنا هجي معك? عادي جدا. وقلنا هو برغب ان هو يحسب على الاهلي ما يحسبش على الزمالك يعني. فعادي انت بس ايه? اه ان انا مش عايزك تبقى مضطهد. انا عايزك بس بص للحقيقة. فانت لو بصت للحقيقة هتعرف ان للأسف الفشل الاداري اللي بيخلي الناس مش عايزاته. وانت اللي قلت. على فكرة انت اللي قلت. فاتبنى بس ان الناس دي تفوق بقى وتصحى. واتبنى بس من المسئولين. سوزيني الشباب ورد زمالكاوي. هقول لك ايه طيب? انتو كلكو زمالكوي. ابعيدوا كل ما هو زمالكاوي عن الادارة. عن الادارة. عشان نشوف خير. دي والله الحقيقة. صدقني دي الحقيقة. وشوف منتخب مصر لقرة القدم من سعف ما بقي كل المنظومة فيها زمالكاوي كده حطين ايه دي هم فين? وشوف منتخب مصر لما كان لقرة اليد اللي رئيس اعلى حاجة في المنظومة? اهلاوي. كابتن حسن مصطفى. وانت تعرف الفرق. تدريب. وفرع عن صلطة. بالحب اصلها. شكرا لكم وشكرا لمتابعيكم وان شاء الله بإذن الله اشوفكم في حلقة جديدة من المشجع. تنسوش تعملوا متابعة على الفيسبوك. سبسكراب على اليوتيوب. واللايك وكومنتي والشير عشان نوصل للغير بالحب. سلام.